مساء الخير عليكم جميعا في الفترة الاخيرة منصات اللي بتدعم اكتتابات الPRC20 كترت سواء المنصات اللي ظهرت جديد او المنصات اللي كانت موجودة بالفعل لكن ابتدت تدخل في اكتتابات الPRC20 اول منصة معانا اسمها Alex Lab وانا شايف ان المنصة دي ممكن تكون مميزة وتعمل شغل جامد في المستقبل اولا المنصة دي وعملتها مبنيين على شبكة STAX عملة مشهورة جدا اكيد انك سمعت عنها في يوم من الايام اول اكتتاب على المنصة دي كان العملة بتاعتها عملة Alex وكان الاكتتاب في شهر يونيو 2022 الاكتتاب اللي بعده كان Bitcoin Monkeys والكلام ده برضو كان في يونيو 2022 والدفع زي ما احنا شايفين كان بعملتهم عملة Alex بحثت على العملة دي مش لقيها وفي الاخر اكتشفت ان هي NFT مش عملة ولا حاجة الاكتتاب اللي بعد كده كان بعد اخر اكتتاب باكتر من سنة في اغسطس 2023 يعني لما ابتدت موجة تظهر من جديد فكان في اكتتاب اسمه وكان الاكتتاب بثلاثة صفار تمانية وتلاتين العملة مش موجودة على شبكة الايثيريوم فقط موجودة على اليونيسات اول ما العملة نزلت كانت بتتباع باكتر من عشر اضعاف كانت اتبعت بصفرين ستة وستين والحد النهاردة بتتباع بثلاثة اصفار خمسة يعني ما زالت فوق سعر الاكتتاب فده كان مشروع بي ار سي توينتي بعد كده باعوا مشروع بس مش بي ار سي توينتي هو حاجة اسمها اوردينالز بروجيكت تقريبا بروجيكت على الاوردينالز لكن انا مش لاقي العملة دي اسمها بلو ويل لا هي موجودة في اليونيسات ماركت بتاع البي ار سي توينتي ولا هي موجودة حتى على الكوين ماركت كاب فتقريبا دي حاجة تانية خالص غير البي ار سي توينتي زي ما قلنا المنصة دي مش بس مختصة في البي ار سي توينتي فقط بعد كده اكتتاب كامكا اللي هو كان اول اكتتاب على منصة تورت سات فنقدر نقول من هنا ابتدت الانطلاقة من شهر نوفمبر الفين تلاتة وعشرين واخيرا اخر اكتتاب كان في شهر يناير لسه خلصان النهاردة كان سعر الاكتتاب اربعة صفار مية تمانية وتمانين بيتكوين يعني حوالي اتنين وتمانين سنت ودلوقتي في الوقت الحالي بتتباع على اليونيسات بضعف السعر تقريبا بدولار تلاتة وخمسين سنت اقل سعر المشروع ده لو كان نزل فعز الفومو بتاع البي ار سي توينتي كان هيعمل ارباح كبيرة جدا هو مشروع جيمي فاي على شبكة البيتكوين لكن هي مش لعبة واحدة هي منصة العاب زيها زي بيتكوين كاتس بل انا شايفها افضل من بيتكوين كاتس لان الموقع جاهز بالفعل زي ما احنا شايفين نضغط ستارت نلاقي الالعاب جاهزة نضغط بلاي طبعا لازم تربط المحفظة طبعا شكل الالعاب مش قد كده لكن على الاقل لهم اشتغلوا وبدأوا يعملوا العاب لكن لما اضغط ان انا عايز ابتدي العب فقال لي انت محتاج تشتري اين اف تي بتاعة ارد زد علشان تقتر تشارك في اللعبة وراح محولني على صفحة الان اف تي زي ما احنا شايفين محتاج تمتلك اين من هذه الان اف تي علشان تلعب اللعبة فممكن ان بيتكوين كاتس تعمل نفس الحركة ومن هنا ندرك اهمية بيع الان اف تي بتاع البيتكوين كاتس ممكن يبقى عليها طلب فعلا لان ممكن علشان تلعب اللعبة مش هيطلب منك عملات وان كات ممكن يطلب لازم يكون في محفظتك ان اف تي فبالتالي ممكن فعلا سعرها هي اعلى جدا لكن للأسف اللي مطروح للبيع هم عشر تلاف ان اف تي بتوع وان كات على منصة بيكاري زي ما احنا عارفين يوم سبعة او تمانية يناير تقريبا لكن احنا نتمنى ان منصة بيكاري تغير النظام بتاعها وهم قالوا ان هما ينظروا في الامر بعد اما سمعوا كلام الناس ان الناس مش عاجبها النظام لغير عادل بالمرة بياخدوا اعلى محافظ في الترتيب اللي معاهم اكتر كمية من عملة بيكاري وان كات وهم دول اللي بيقدروا يشاركوا في الاكتاب والباقي فلوسه بترجع له والعملة بيكون سعرها نزل فهم قالوا هينظروا في الموضوع ويغيروا النظام جايز يطلبوا ستيك مثلا لعملة بيكاري او تكون بنظام افضل من الموجود حاليا لحد وقتنا الحالي علشان تشارك في الاكتتابات على منصة انت مش محتاج اي عملة من عملتهم نهائيا لكن هو طبعا نظام قرعة فمثلا اخر اكتاب بتضغط فلما بيفتح لك الصفحة زي كده زي ما احنا شايفين اخدوا فلوس اكتر من المطلوب حوالي تمن تلاف في المية وتم عمل قرعة واختيار الفائزين فبرضه النظام مش قد كده لكن علشان لو حبيت تشارك بعد كده في اي اكتتاب بتفتح صفحة المشروع وتضغط تحت فاند فبتلاقيه هنا بيقولك عايز تدفع بالبيتكوين ولا بعملة اليكس ومنها بتحتاج انك تربط محفظة يونيسات وتدفع وتنتظر نتيجة القرعة فبالتالي برضو نظام غير مضمون غير عادل فاحنا برضو بندور على منصات افضل لان كلهم تقريبا واخدين نفس الاتجاه صراحة عملت اليكس ارتفعت بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة بالذات في منتصف شهر 11 كانت بحوالي 5 سنت وهي حاليا تعتبر في اعلى المستويات عند 35 سنت والماركت كاب 200 مليون فطبعا ده مش افضل وقت تشتري فيه العملة لان هما بعد كده ممكن يغيروا النظام يقولك لازم يكون معاك عملات اليكس لازم تعمل احتياطاتك وتستغل اقرب فرصة تصحيح وتشوف اسعار مناسبة علشان تدخل في العملة المنصة اللي بعد كده ظهرت معانا على الخط جديد منصة ديجو هي منصة قديمة لكن فتحت قسم للبي ار سي توينتي او لما بتفتح الموقع بيكون معاك بالشكل ده فانت بتضغط على كلمة دلتا قسم دلتا هو اللي فيه بتاع البي ار سي توينتي ده اول اكتتاب على المنصة اكتتاب اسمه بنانا هنيجي للمشروع ده حالا المنصة انا شايف ان هيكون فيها عدالة شوية لو استمرت بالنظام ده انك بتاخد حصة محددة على حسب فئتك عندهم خمس فئات بتبدأ من متين عملة لحد اقصى شيء خمس تلاف عملة فكلما تخزن اكتر حصتك بتزيد لكن ليك حصة محددة فانا شايف ان دي حاجة جميلة جدا طبعا العملة من اسبوع واحد بس كانت وصلت للخمسة دولار وحاليا برضو في نص السعر وقبل الصعود كانت جاية تقريبا من دولار خمسة وسبعين سنت بعد كده عندنا مشروع بنانا وده هو نفسه اللي اتباع على منصة ديجو اللي شوفناها من شوية المنصة في حد ذاتها هي مشروع منصة اكتتاب هيكون عليها اكتتابات بي ار سي توينتي بعد كده اول اكتتاب عليها هي عملتهم ذات نفسها عملة بنانا فيه اكتتاب بعد يوم وخمستاشر ساعة لكن للأسف مش لاي حد كان فيه تقريبا بس انا ما كنتش عارف عنه حاجة ففيه ناس فازت وتقدر تشارك في الاكتتاب لكن ده مش موضوعنا احنا بنتناقش فيه منصات الجديدة علشان نكون في الصورة سعر العملة في الاكتتاب هيكون سنت ورمز العملة بنان علشان لو عايزين نشوف العملة دي بعد الادراج ونجمع منها علشان نشارك فيه اكتتابات المنصة دي بعد كده لسه ما فيش نظام واضح ولا اي حاجة لكن اكيد هيدخلوا عملتهم في الموضوع بعد كده عندنا منصة فلاي بي تي سي ودي اللي هيكون عليها اكتتاب بورت تري اللي اتكلمنا عنه فدي منصة بي ار سي تونتي جديدة ده اول اكتتاب هيكون عليها بعد كده عندنا منصتين اتكلمنا عليهم قبل كده تورتسات وبكاري 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 اتكلمنا عليهم قبل كده تورتسات وبكاري